الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفخهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك قرجا فهل نجعل لك قرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينهم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرئ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا ما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله أكبر الله أكبر سبي الله لمن حمنا ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ربنا ولك الحمد الله أكبر ربنا ولك الحمد السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستميل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ندعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين أمين كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه لداءا خبيا قال رب إني وهل العظمي واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولو أكن بدعارك رب شكيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت الرأتي عافرا فهب لي من دونك وليا يرثني ويرث من آلي حقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلاب اسمه يحيانا واجعل له من قبل سميا قال رب إنا يكون لي غلام وكانت الرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هزن وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سميا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحلالا من لدنا وسكاة وكان تقيا وفروا في والديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعز حيا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بارك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإنه نغضون عليهم ونغضون من آمين وادكر في الكتاب مريم إن انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دومهم حيابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سميا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لآبلك غلاما زكيا قالت أن لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشرا ولمك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي يهدنوا ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جبع النخلة فأجاءها المخاض إلى جبع النخلة قالت يا ليس لي ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فلا ذاها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وغزي إليك بجبع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقضي عينا فإما تر إن من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمة فقولي إني نذرت للرحمة الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإن المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا فأشارت إليه قالوا كيف فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أفتهارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك لغيا فأشارت إليه قالوا كيف لك من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتا لي الكتاب وجعلني لبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما كنت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعت حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان إلا أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أورا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم تعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كثروا من مشهد يوم عظيم أسمع به وأبصر يوم يأتون لنا لاكر الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة لكمي الأمر وهم في غفلة وهم لا يكبرون إنا نحن نريد الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون الله أكبر سبع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بارك يوم الدين إياك نعمل وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضون عليهم ولا الضالين آمين آمين واذكر في الكتاب إبراهيم إنهم كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبدي ما تحبد ما لا يثمر ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبدي إني قد جاء لي من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبدي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبدي إني أخاب أن يمسك عذاب من الرحمن اغذقون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آليتي يا إبراهيم من لم تنتهي لأرجمنك واهجرني منيا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حبيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شفيا فلما اعتزنه وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسال صدق عليا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد سمع الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نحب وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي لأنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واذكر في الكتاب روسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جارب الطول الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أقاه مارون نبيا واذكر في الكتاب إسفاغيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عريا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراعيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن لخروس الجزم وبكيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وشكرا فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ قَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتْتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْ لَغَنْيَا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يغلمون شيئا جنة عدل التي وعد الرحمن عباده بالغير إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها نغوا إلا سلاما ولهم رزق ذركيا بكرة وعشيا إلك الجنة التي يورد من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك لسيا رب السماوات والأرض وما بينهما تعبد المصطب لعبادته هل تعلم له سميا الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر 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 مالك يوم الدين إياك نحفر وإياك نستحيل ادنى الصراط المستقيم صراط الذين ألعبت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف يخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنه والشياطين ثم لنحضرنه حول جهنم إثيا ثم لننزعن من كل شيئة أيهم أشد على الرحمن إثيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أغنى بها صليا وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حسنا مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جهيا وإذا تذنى عليهم آياتنا بذلات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين حير مقعبا وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا وريا قل من كان في الضلالة فليمتد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مجادا وأضعف جندا ويزين الله الذين اهتدوهنا والباقيات الصالحات خير عند ربك دوابا وخير مردا الله أكبر سمع الله لمن حمد فالضناء لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نحضر وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضولين أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تجن مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عبدا كلا سنكتب ما يقول ولمرد له من العذاب متى ونريده ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا له العزا كلا سيكترون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أننا أرسلنا الشياطين على الكافرين توزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما لعبت لهم عدى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وفدا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عبدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد إئتم شيئا إدى تكاد السماوات يتفقرن منه وتنشق الأرض وتخروا الجبال ودا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينذي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آج الرحمن عبدا لقد أحصوهم وعدهم عدا لقد أحصوهم وعدهم عدا وكلهم آسيه يوم القيانة فردا الله أكبر سمع الله لمن هبد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله اغفر ما نبيل الرحمن الرحيم مالكي ومدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعد عليهم ويري المغضون عليهم ولا الضالين آمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودى فإنما يسرناه برسالك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنبر به قوما لبدا وكم أهلكنا قبلهم من قرم هل تحس منهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع له الرجزا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حبنا ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد للغاية عمد اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله 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 الرحمن الرحيم منالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين طه ما أنزلنا عليك المرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسراء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآنا يروا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس قوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لك إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يرشن بها واتبع هواه فتودى الله أكبر سمع الله لمن حميدة ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نالك يوم الدين إياك نحمد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتركوا عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وطمي لك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صديقي ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفحه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أتيت سؤلك يا موسى الله أكبر ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله يوم من العالمين الرحمن الرحيم منذلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أبعمت عليه غير المنظوم عليهم ولا الضالي ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أنقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني وليتصنع على عني إذ تمشي أخدك فتقول هل أدلكم على من يقفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغنب وفتناك فتونا فلبفت سنين في أهل مدينة نجئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي إذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري إذهب إلى فرعون إنه طار فقولا له قولا ليلا لأنه يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفوط علينا أو أن يطرى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتونى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعبى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بأنقون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يظل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أجواجا من نبات شتى كنوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولئنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الله أكبر ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المنطوم عليهم وننضم الله أكبر وإياك نستعين وإياك نستعين ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتي أنك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخيفه نحن ولا أنتم كانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس بحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوا قالوا إن آلان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المتلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا الله أكبر ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ويري المغضوب عليهم ولا الله أكبر قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقى ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤذرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إننا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى جنات عدل تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى الله أكبر سعع الله لمن حميد ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرر عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليام ما غشيهم وأضل في العون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطول الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كنوا من طيبات ما رجقناكم ولا تقووا فيه فيحل عليكم غضبه ومن يحلل عليه غضبه فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أذري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعلكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعده قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فطرفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضره ولا نفعا الله أكبر سعع الله لمن حميدة ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يون الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ظن الضالين ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيته ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقطبت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا الله أكبر سمع الله لمن حميدا ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمل وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينزقها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا أمسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له طولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي جدني علما وقل ربي جدني علما الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميد ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ربنا ولك الحمد السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرج أنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمع فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلب وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهدقا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فمسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك مجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى الله أكبر سمع الله لمن حميدا ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمل وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلو يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكرهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل قروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدنع إليك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتي البينة ما في الصحف الأولى ولو أننا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزع قل كلهم تربصوا فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حبيبا ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا مضال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدروا الماش رشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى الله أكبر سرع الله لمن حميد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمل وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أكواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سرع الله لمن حميد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعجين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كبوا أحد الله أكبر سعى الله لمن حمد ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف على الناشر وما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يلي من هو عليك ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغريمة من كل بل والسلامة من كل إت والفوز بالجنة والمجاة من النار برحمتك يا عزيز يا رب اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا اللهم رب جبراهيل وإسرافيل وملكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشناء إلى سراط مستقيم اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغناء ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وقرة عين لا تنقطع ومتعنا بالنور إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلق يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا كل ذنب اللهم احفظنا من كل جنب اللهم ارفع عنا كل كر اللهم ارفع عنا كل خط اللهم أسعدنا بتقواك واجعلنا نخشاك كأننا نراك اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا وأن ما أصابنا لم يكن ليصطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا وتوفنا وأنت راضٍ عنا غير غضبان واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واجعلنا في موقف القيامة من الآمنين ومن يأخذون كتبهم بالأمين يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع موتى المسفلين الذين شهدوا لك بالوحبانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسرهم من الماء والثلج والبرد ولقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ارحمنا برحمتك إذا أصلنا إلى ما صاروا إليه برحمتك وجودك وفضلك يا أكرم الأكرمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وذمر أعداء الدين واجعل أعلى البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمننا في أمطاننا وأدم الأمن والاستقرار في أموعنا ووفق إمتنا وولاة أمورنا وأيذ بالحق إيماننا وولي أمرنا اللهم وافقه لما تحب وترضى وخل بناصيته للبر والتقوى وأيئ له البطالة الصالحة اللهم وافقه ونائبه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعود بهذاك من سخطك وببعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أدنيت على نفسك اللهم يا من العلمة والجليال والجمال والكمال نسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على نبينا محمد شريف السجايا وكريم الخصال وعلى آله وصحبه خير صحب وآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله